لجنة التشريع العام بالبرلمان تصدق على مبادرة تشريعية لتعديل قانون الانتخابات حيث نشرت لجنة التشريع العام وهي إحدى اللي جين القرى بمجلس نواب الشعب نص تقريرها حول مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء ونشر التقرير الوارد في 34 صفحة على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت ذكرت لجنة التشريع العام اللي هي قررت الموفقة بأغلبية أعضاءها الحاضرين وأوصت الجلسة العامة بالبرلمان بالمساطقة عليه ومن المنتظر أنه يعقد البرلمان غدوة الجمعة 27 سبتمبر جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في هذا المقترح اللي قدم قبل أيام من 34 نائب من مختلف الكتل وقالت لجنة التشريع العام اللي هي صادقة نهر الأربع على مقترح قانون مقدم من عدد من النواب وخصط له ثلاثة جلسات عقدة الأولى منها يوم الثنين 23 سبتمبر تم خلالها الاستماعي لأصحاب المبادرة وممثلين على رئيسة الحكومة وزارة العدل ونقشة الجلسة الثانية فصول مقترح القانون اللي ولد على البرلمان نهر جمعة لفيت وقرر مكتبه إحالته على اللجنة التشريع العام في ذات اليوم والجلسة الثالثة عقدتها لجنة التشريع العام نهر الأربع والبارح وطلعت خلالها على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء كما تم النظر في تقريرها حول المقترح والمصادقة عليه وذكرت اللجنة أنها وإثر قرارها لصيغة معدلة من مقترح القانون يوم الثلاثة أحالت تلك الصيغة المعدلة إلى هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لإبداء الرأي وجايف التقرير أيضا أن اللجنة تلقت فقط رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضمنته في تقريرها الختامي وجايف الجزء المتعلق بموقف النواب أصحاب مبادرة تنقيح القانون الانتخابي أنه عرضهم لهذه المبادرة التشريعية في هذا التوقيت فرضوا الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي وأشاروا إلى أن تعهد القضاء العدلي بالنظر في النزاع الانتخابي كان في الأصل من أنظر هذا القضاء ولم يتم إحالته إلى أنظر القضاء الإداري إلا منذ سنة 2014 ولاحظوا أنه تم إقرار ذلك في سيق شهد محاصصات حزبية ومصالح ضيقة ولحظ أصحاب المبادرة حسب نص التقرير الختامي أنه النزاع الانتخابي لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الإدارية اللي قالوا أنه اختصاصاته هي بالأساس النظر في القرارات الإدارية والمسؤولية الإدارية وجاي في الجزء الخاص بالسيمة على لجنة التشريع العام إلى ممثلين على رئيس الحكومة وزارة العدل بشأن مقترح التعديل مقدم من عدد من النواب أنه مقترح وجيه ويندرج ضمن اختصاص مجلس نواب الشعب وخليني يقول زيداء أنه نقل التقرير عن هؤلاء الممثلين قولهم أنه إسناد النظر في النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي هو خيار تشريعي تم اعتمده سابقا وأضافه أنه لا شيء يمنع قانونا من انتهاج هذا الخيار المعمول به في عديد القوانين المقارنة حسب نص التقرير ممثل وزارة العدل من جهة زيداء قال أن القضاء العدلي لن يجد صعوبة في النظر في الكلفات المتعلقة بالنزاعات الانتخابية وأنه سحب الاختصاص من محكمة المحاسبة في ميدة النزاع الانتخابي ما رده إلغاء التمويل العمومي للانتخابة والاقتصار على التمويل الذاتي والخاص ونشرت لجنة تشريع العام جدول تفصيل للصيغة الأصلية لمقترحات التعديل لقانون الانتخابة والاستفتاء وما يوافقها من الصيغة المعدلة لتم إقرارها من قبل اللجنة المعنية البنك المركزي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% وأشار البنك المركزي التونسي في بيان أصدره أمس لأنه الاقتصاد الوطني حقق معدل نسبة نمو 1% على أساس سنوي في الربوع الثاني من العام الجاري 2024 مقابل نمو 0.3% في الربوع السابق حسب البنك المركزي من جهته أعتبر المحلل المالي معز حديدين في تصريح له اليوم أنه إبقاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% يعود بالأساس إلى ما أعتبرها البنك مخاطر مستمرة تحيط بمسار التضخم والتي تشير التوقعات بأنه يبلغ 7% في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 9.3% في سنة 2023 أكد الناشط بالمجتمع المدني مجد الكرباعي يوم أمس في تصريح أنه الوزير الإيطالي أعلن أنه السلطات التونسية منعت أكثر من 61 ألف مهيجر من الوصول إلى سواحل الإيطالية منذ جان في 2024 إلى سبتمبر الحالي وقال الكرباعي في تصريح أنه خلال نفس الفترة من سنة 2023 وصول أكثر من 129 ألف مهيجر غير نظامي إيطاليا مقابل 47 ألف خلال سنة 2024 وهو ما يؤكد انخفاض في عدد الواصلين بأكثر من 75% حاسب قوم وقال الكرباعي من المفروض أنه تقدم مزارة الداخلية التونسية هذه الأرقام ونحن في دولة اليوم لا تحترم مواطنها وصحفيها وأضاف قائلا نحن أصبحنا نشتغل بالمناولة مع الدولة الإيطالية وإيطاليا والاتحاد الأوروبي صدرت مشكلة الهجرة إلى تونس وبين مجد الكرباعين وهذه الأرقام مرضية بالنسبة للجانب الإيطالي وبرنامج جورجيا ميلوني كان مبني على ملف الهجرة غير نظامية وأفيد الناشط بالمجتمع المدني أنه إرجاع المهيجرين والتكديسهم يحيل إلى النقطة السادسة لبرنامج ميلوني والتي تتمثل في جعل مناطق شمال إفريقيا تونس وليبيا نقاط سيخنة لتجميع المهيجرين حسب تعبيره تستعد ليبيا وإيطاليا وأطراف عدة لتنظيم النسخة الثالثة من قمة ليبيا للتاقة والاقتصاد يومي 18-19 جانفي المقبل في روما وسط تموح مدفوع بثروات كبيرة في الدولة الواقعة شمال إفريقيا وتحديات أمنية وسياسية تعيق استغلالها وتصدلت شركة سايبم الإيطالية المشهد بداية الأسبوع الحالي خلال المائدة المستديرة بين ليبيا وإيطاليا استعداداً للقمة بعد أن أظهرت جهزيتها لتنفيذ مشاريع كبرى في الأراضي ليبيا وأعلن المدير التنفيذي لسايبم